صحيفة اليوم التالي ومنها نقرأ خطيب الجامعة الكبيرة الشيوعية والحرية والمدنية ستحارب الإسلام في تفاصيل هذا الخبر قرى إمام وخطيب المسجد الكبير بالخرطن بأن الشيوعية والحرية والمدنية ستعمل على محاربة الإسلام كما لفت إلى أن إيكال المسلمين أمرهم لغير الله ألقى بظلال سالبة وقال خطيب المسجد الكبير في خطبة الجمعة أنه لا بد من عاقل يعيد الإسلام والعدالة والراحة والتسابع وأضاف رجونا الفرج من غيرنا فأصابنا ما أصابنا وإشهر الخطيب إلى أن مشاكل الحرب العالمية والضحايا الذين وقعوا فيها لو كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لتم حلها بداية هل الشيوعية والحرية والمدنية تهدد الحرب على الإسلام فعلا؟ هكذا يرى هذا الإمام مع الاحترام والتقدير لكل أئمة يعني نحن لا نريد أن نصخر من أي شخص يعني يعني تجاوزنا يعني هذا الكيد المتبادل الذي كان لكن على كل حال الإخوة أئمة المساجد أحيانا كثيرة يعني يتدخلون ويدون بأهراء في مسائل يعني ليس لهم فيها أي علم ولا هدى ولا كتاب منير يتحدثون في السياسة يتحدثون في الاقتصاد يتحدثون في الاجتماع وهكذا وهم ليسوا أهلا للإدلاء بآراء واضحة جدا في هذا المكان وبالذات عرضها على جمهور لو كانت آراء شخصية تخصهم لهم ما شاءوا لكن مثل هذه الآراء الغالب ما تقوم فطيرة وليس لهم فيها معرفة ولا خبر ولا علم هناك أشكال حتى الجمهور يرى قدسية لهذا المكان يعني لا هذه المسألة يعني تراجعت كثيرا يعني تراجعت كثيرا هناك وعي كبير جدا ولو تذكر أنه يعني خلال الفترات الغريبة الماضية أن كثير جدا من الناس تصدوا لأئمة مساجد داخل المساجد حينما حاولوا أن يهاجموا السورة ويهاجموا السوارة تصدوا لهم وأوقفوهم عند حدهم يعني كثير جدا هذه المسألة تراجعت كثيرا جدا ولم تعد هناك قدسية بهذا الشكل مجرد أنك إمام مسجد تستحق أن تبذل لك القدسية والاحترام لا أبدا المسألة صار هناك وعي كبير جدا جدا في هذا الجانب ولم يعد من حق أي إمام هو يسيطر لاتجاه واحد يعني رسالة تبعث لاتجاه واحد ليس هناك مجال الأخذ والرد لهذا من المفترض أنا أعتقد أنه المجلس الذي يشرف على أعمال الأئمة والدعاء أن يحاول بقدر إمكان ضبط هذه المات أن تتعبر عن المسلمين جميعا المسجد هذا يرتاده جميع المسلمين فيهم من مشارب مختلفة يعني حتى المذاهب هناك مذاهب مختلفة فلا ينبغي أن تثير ما يفرق وما يدعو للاختلاف وما يثير المشاكل بقدر ما أنه يفترط أن تطرح ما يجمع وليس ما يفرق دعنا نتساءل هنا أنه كثيرا تردد عند كثير من الناس في الفترة الأولى الأخيرة وفي المساجد تحديدا أن الشيوعية هي عبارة عن كفر وأنه يجب أن يبتعد عنها وأن قوى على الحرية والتغيير تمثل الشيوعية هذا بكل صراحة طرح كثيرا ولعل وجد النظام البائد في هذا ظلته فتعلق بها وسار معهم وظلت هذه الأمور تتردد عند عامة الناس الآن كل الناس يرون بأننا كنا في عهد الإسلام والآن بدأ عهد الكفر نعم صحيح هذا كل شيء ضمق الإنسان بالانتماء الشيوعية وأنه بشيوع هذا كل شيء وكرت ظل يرفع والغريبة بشكل متناغذ جدا مرات يرفع منذ العهد المتاجر بالدين يرفع باعتبار أن الشيوعية خطر والشيوعية مش عارف والشيوعية ستهدم البلد وستهدم الإسلام مرة ومرة أخرى يتم التقليل من شأن الشيوعية والشيوعين تماما يقول أن هؤلاء أقلية بسيطة جدا ولا أثر لها ولا تأثير لاحظ هذا التناقض فهو يستخدم ككرتو هذه المزايدة سياسية يعني حقيقة يعني أما مسألة الدمق بالكفر هذه قضية خطيرة وكبيرة جدا ستعيد إلى الأسهان إلقاء التهم الآن بالحديث عن هذا الملف تحديدا ظهرت فيديوهات منتشرة الآن في السوشيال ميديا بشكل كبير فيها تكفير للملأ القادمين حتى في قوة إعلان الحرية والتغيير وموجود هذه الفيديوهات في السوشيال ميديا وفيها تحريض بالقتل والقتال وأننا مستعدون وكذا نعم نعم هذه هي القطورة هنا يعني هذه هي القطورة وأعتقد أن مسألة التكفير هذه ينبغي أن توقف وتوقف في حدها وبواسطة السلطة القائمة الآن وهي مسؤولية المجلس العسكري حتى الآن أن يتصدى بكل الحزم والحزم لكل مسير الفتن وإطلاق تهم التهم الجزافية بالتكفير أن فلان هذا كافرا ويجب قتاله ويستباح دمه وهكذا هذه مسألة قطيرة جدا والقصد منها واضح جدا هي واحدة من تكتيكات الفلول نعم لأسأل لماذا هؤلاء عندنا عن مقاطعة الأمة والدعاء صمتوا لثلاثين عاما فيها القتل وفيها المحسوبية وفيها كذا فلماذا على صوتهم الآن صحيح هل هي الحرية؟ لا هي ليست الحرية هي واضح جدا أنهم يعني يخدمون تكتيكات وخطط الفلول وحناصر النظام السابق التي تحاول أن تخلق نوعا من البلبلة وإثارة الفتن لإضعاف المنطقة لإضعاف الفترة القادمة ولتشتيت الكرة كما يقال حتى صمتهم على مجزرة التاسع العشرين بمضان كثير جدا من القضايا كثير جدا من القضايا التي تمت كثير جدا من القضايا الداخلية هنا قضايا إنسانية كبيرة جدا يدعونها ويتحدثون عن قضايا خارج خارج السودان ويتحدثون عن شعب آخر خارج شعب السودان هم آخر من يفترض أن يدلي برأي حول ما يدور داخل السودان حقيقة يعني لكن هذا واضح جدا أنه وراء هذه الحملة الفلول وعناصر النظام السابق التي هي بالمناسبة تعمل بشكل خفي جدا وبشكل سري جدا وتتحرك في كل الاتجاهات ولهذا يعني نقول ليس من المصلحة تأخير مسألة الوصول إلى اتفاق بشكل نهائي وسريع جدا لأنه كل تأخير سيمنح مثل هذه التخرصات ومثل هذه الفتن هل هذه دعوة لعادة ضبط المنابر للحديث؟ مؤكد مؤكد وأنا كما ذكرت لك أنه لابد من السلطة القائمة حاليا حتى الآن وهي مسؤولية المجلس العسكري أن يتصدى لمثل هذه الدعاوي ومثل هذه الخطب ومثل هذه الإثارة التي تدعو للفتنة بين أفراد الشعب السوداني لابد من الوقوف إزاءها بكل قوة وبكل حسب ترجمة نانسي قنقر